يا أبناء الشعب الهندي العظيم يا أبناء ولاية كيرلا يا أبناء المرحوم إي أحمد يا أبناء رابطة الاتحاد الهندي المسلم السلام عليكم ورحمة الله نماسته تؤكد كيرلا مرة أخرى أنها نصير للحق نصير للإنسانية تقف في وجه الظلم والظالمين وترفع صوتها عاليا من أجل العدالة تقفون اليوم في هذا التجمع الجماهيري لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم والذي اغتصبت أرضه منذ خمس وسبعون عاما من قبل الصهيونية العالمية مدعوما من قوى الشر لإقامة كيان هزيل أسموه إسرائيل على أرض فلسطين وزودوه بأحدث الأسلحة ومنذ ذلك اليوم وهو يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني المجزرة تل والمجزرة مدعوما من حكومات الغرب وأمريكا ماليا وعسكريا وسياسيا وإعلاميا فهي حكومات قذرة تدعم النظام النازي الجديد والذي يسمونه إسرائيل إن العدوان على غزة والذي بدأ منذ عشرين يوما قد قتل ما يزيد على ستة آلاف وخمسمائة مواطن فلسطيني من الأبرياء العزل الذين يسكنون بيوتا يعتقدون أنها آمنة وجرح ما يزيد على ثمانية عشر ألف مواطن فلسطيني ليس ذلك فحسب فهناك حصار على غزة حيث لا ماء ولا كهرباء ولا بترول ولا أدوية يتم كل ذلك أمام صمت العالم والذي يسمي نفسه العالم الحر أيتها الإخوة والأخوار إن رابطة الاتحاد الهندي المسلم بزعامة السيد سيد صديق علي الشاب والتي دعت إلى هذا التجمع الجماهيري لمناصرة فلسطين وشعبها وضد جرائم الحرب الإسرائيلية وقفت كما وقف نصير الفقراء نصير الحق وصديق فلسطين المرحوم إي أحمد والذي وقف دائما إلى جانب الحق الفلسطيني إن الرابطة تؤكد كل يوم أن السيد إي أحمد ما زال يعيش معنا من خلال نشاط إخوته وأبنائه وهذا إحدى هذه النشاطات التي تنصر الحق وتطالب بوقف هذا العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني نشكركم أيتها الإخوة والأخوات ونطالبكم بالاستمرار بفعالياتكم حتى نوقف العدوان ونزيل الإحتلال ونوقف كل جرائم القتل التي يقوم بها جيش الإحتلال الإسرائيلي سيروا إلى الأمام وفقكم الله ومعا وسويا حتى النصر بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم